رصيد تونس من العملة الصعبة يرتفع إلى 83 يوم توريد أفد مصدر رسمي من البنك المركزي التونسي يوم الأربع الفارت أن رصيد تونس من العملة الصعبة ارتفع إلى حوالي 83 يوم توريد بعد أن بلغ في 30 أكتوبر المنقضي 73 يوما وأرجع المسؤول بالبنك المركزي هذا الارتفاع إلى تعزز خزينة الدولة بقرض قدر 500 مليون يورو تمكنت من تعبئته إثر خروجها للسوق المالية وللإشارة فقد تمكنت تونس في 24 أكتوبر المنقضي من تعبئة 500 مليون يورو في إطار جولة ترويجية قام بها وزير المالي رضا شلغوم ومحافظ البنك المركزي التونسي مروين العباسي بأهم الأسواق المالية العالمية